عالي معلول متضايق ولا واخد الأمر عادي؟ بصة كميما مبدئياً وحد زعلان جداً أن العلاقة وصلت للشكل ده بين معلول وبالنادي الأعلي مفروض أن المعلول وصلت لأن العلاقة من معلول زعلان لقدر الوقت معلول زعلان جداً زعلان جداً جداً من التصوحات التي تارت من الكابتن محمد ممضان وتوقيتها كمان يعني أنت معلول مصاب بقاله كذا شهر أنت بتتكلم قبل مطش العين بتطلع تقول أن عالي معلول يعني يوم عشرين حيفجع وحيبقى تحت الاختوار إذا كان يكمل أو يعتزل أو يمشي فهو ده نقطة الاعتزال دي برضو دي من النقطة اللي زعلت علي معلول خصوصاً أن كابتن محمد ممضان بيقابل معلول يومين في التنبين فليه الكلام ده يطلع من خلال وسائل العلم لأي ما تقلش الكلام ده لعلي معلول لأي ما عالي معلول ما عادش مع كابتن محمد ممضان وتقال له الكلام ده كله هي دي نقطة اللي مزعلة علي معلول وخاصة كمان قصة الاعتزال وده اللي كابتن محمد ممضان تلع عله بعد كده قال لك إن عالي معلول وكلمني قال لي يعني محدش يقول لي اعتزل أنا شايف إنها لسه أدرد دي أو لسه أدر ألعب ففكرة الاعتزال أو أنت تقول أنت لو مش يوقف على رجلك تعتزل طب أقدر أن معلول رجع بعد يوم عشرين هو طبعاً يوم عشرين مش حيلعب هو حيرجع يبقى بيتم تجهيزه اليناير لا وحيتأيد طيب افض هو رجع وبشكل كويس جداً أنت هتعملي ما هتعرف من إنه هو شكل كويس جداً في التممين بيلعب ماشي ما هلازم يلعب في نايش تمام طبعاً على الأساس يقول لك إذا كان هو كده حيجدد أو لم يجددش طب خذ المفاجأة علي معلول رفض يتمرن جماعي بيتمرن واحد قرر أنه يتمرن منفرداً والحين يعني حاسم هذا الموقف بالشكل الصلاة واضح وصريح رفض التدريب مع الجماعي مع لعب النادي ما رخلش في التممين الجماعي لو وزي بتعمل السبب بقى في القصة دي كلها مارسيل كولر هو الذي يرفض استمرار علي معلول في النادي الأهلي يعني الموضوع مش كمان كابت محمد رمضان لا ده مارسيل كولر هو السبب الرئيسي شايف إن علي معلول كفاء عليه كده وما يكملش في النادي الأهلي هو لابد من منح الفرصة لأحد يعني اللاعب جديد طب السؤال برضو أنت بتعمل ده كله وعندك لعيب كنت رميه وفجأة بيلعب منتخب أولمبي فجأة بيلعب أولمبياد فجأة بيتقلق وما تحسش إنه هو غيب فجأة بيرجع برضو ما بيلعبش إيه السبب الموضوع مش فنع على فكرة خالص بتاعك ريب الدبس فالحطة دي في أزمة شمال في الأهلي في أزمة شمال في الأهلي حاجة تانية عمر في الموضوع ده لا لا خلاص